ليه بقى؟ ده سؤال برضو سؤال منطقة صراحة وجمهور كبير وعريض بيسأل السؤال ده هل اه راح يشتري ليه لعيبة كتير او اثنين تلاتة اربعة خمسة ليه رايح بتفاوض مع كذا لعيب والنادي الاهلي حاصد كل البطولات بهذا القوام من الفريق خمس بطولات للنادي الاهلي هذا الموسم اكتساح تام لكل البطولات ايه اللي يخليه عايز يجيب لعيبة جديدة صح؟ سؤال ايه جابته النادي الاهلي عن اي فريق في مصر عن اي فريق في مصر الموسم القادم وعن اي فريق في القرارة الافريقية كمان الموسم القادم الموسم اللي هيبدأ يعني عنده عدد ضخم من المباريات عنده موسم صعب جدا 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 وانا بقول لك هون من دلوقتي الاهلي هيواجه صعوبات كبيرة جدا انه غالبا في بعض الاوقات هيلعم مباريات كل تمانية واربعين ساعة وكل اتنين وسبعين ساعة ليه يا عم كريم ده حنا لما صدقنا الموسم ده خلص بدري عشان خاطر الامور تبقى احسن الموسم اللي جاي الاهلي بسم الله الرحمن الرحيم تلقلوا بطولة دوري السوبة الافريقية في شهر عشر اللي جاي هتبدأ يوم عشرين اكتوبر وهتنتهي يوم حداشر نوفمبر ادي بطولة تمام حط دي على جمع بعدها عنده دوري ابطال افريقيا يبدأوا عنده كاس العالم للاندية عنده مباريات كثيرة هتبقى مؤجلة من الدوري بالمناسبة يعني الاتحاد المصري او رابط الاندية هيبقوا ملزمين ان هما يأجلوا بدايات النادي الاهلي في الدوري او مباريات الاهلي في البداية في الدوري عشان ده او دي هتبقى بطولة رسمية في الكاف اللي هي بطولة دوري السوبة الافريقية وغالبا هتقام بشكل مجمع في تنزانيا شكلها كده يعني لسه ما تمش الان رسميا بس هتبقى بشكل مجمع فالنادي الاهلي هيغيب فترة عن الدوري المصري وبداية الدوري المصري فيرجع النادي الاهلي يلاقي عنده مباريات في دورة او بطولة افريقيا يلاقي عنده مباريات في كاس العالم للاندية يلاقي عنده مثلا ممكن تلاقي النادي الاهلي في الاخر عنده عشر احداشر مباراة مؤجلة في الدوري هيبدأ يلعب بقى كل يومين ثلاثة مباراة وبالتالي النادي الاهلي محتاج تدعيمات اكتر كمان من اللي بيفكر فيها ليه؟ إنه هو محتاج على الأقل على الأقل في كل مركز اتنين لعبة في نفس المستوى هتقولي لا ما كنت لعبت النادي الأقلي في مستوى واحد مش دل لأ أقصده أقصد إنه مثلا أنا عايز اتنين بيرستاو أنا عايز اتنين حسين الشحات أبجيب لك من الآخر يا أنا عايز اتنين علي معلول أنا عايز اتنين محمد الشناوي مثلا يعني فاللي هو مش اللاعب اللي قريب من الأساسي لا أنا عايز لعب زي الأساسي بالزبط عشان لما عوز ريح الاساسي فالبعده يبقى وكأنه بنفس مستوى الاساسي دي حكاية النادي الاهلي وهو ده اللي النادي الاهلي بيفكر فيه وعشان كأن النادي الاهلي داخل بقوة كبيرة جدا في السوق لانتقالات عشان متفاهم وعارف انه عنده موسم مضغوط كبير جدا الموسم اللي هيبدأ ان شاء الله